اخوال اخوات السلام عليكم ورحمة الله و اهلا ومرحبا بكم من جديد في قناتكم باراكور ديليكاسيون اليوم شاء الله رحمة الرحيم سنعمل معكم هذا البرس الذي هو امامكم بروابط الفضة و بالوقدات السلايد نوت او الوقدات تقليدية واللي نتمنى ان نوينا لإعجابكم قبل ما نبدأ وكنت منهم الناس اللي يشاهدون اول مرة باش يشاركوا معنا في قناة ويفعلوا زيل الجرس باش يتوصلوا بالجديد ومشيون تعرفوا المكونات بالنسبة للمكونات اللي نحتاج لها لهذا العمل فهي تكون كالتالي سيخصنا خمسين سنتيم من خيط النيلون مقاس سمك واحد مليمتر رابط في الضغط بهذا الشكل هذا او اي رابط حسب اختياركم ونحتاجوا كذلك المقاس مسترى وبركي اذا بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ القطعة الخيط ونربطها بالخميسة بهذا الشكل هذا ثم نعمل واحد زوزي للدوائر هذا الشكل هذا اللي لا تشاهدون معنا ونأخذ القطعة الخيط ونوضعه ما بين الدوائر بزوز ثم نزرر الطرفين ونستعملوا الأصابيع دينا بس نحصلوا على واحد العقدة متقنة ثم نمروا للطرف الآخر ونعيدوا نفس العملية بالنسبة لهذه الطريقة السلايد نوت او يعني العقدة التقليدية فهي طريقة بسيطة وكنتستعملوا بكثرة في مثل هات الأعمال هذي دي سيرتو دي لبراسلي فهي مطلوبة بنسبة النساء الرجال فكنتمنى أنكم تعلموا لهذا العقدة هذي بنسبة الناس لما معلمين وكنتمنى أن هذي العملية تكون واضحة بنسبة الخيط يعني لو كان الخيط المشمع غدا يكون أحسن الخيط المشمع كعطى واحد نتيجة ممتازة فانا استعملت الخيط العادي لأنه ما يعني ما متوفرش لي الان هذا النوع دي الخيط المشمع فانا فضلت اني استعمل الخيط العادي كيفما كتشاهدو فيعني فالبراسلي كي جيب سيت في شكل ديالو يعني زيادة النقصان من خلال العقد الطريقة سهلة وكتعطي واحد يعني نتيجة مزيانة إذن أعزائي المشاهدين فهذه النتيجة النهائية العمل ديالنا لهذا اليوم فكيفما كتشاهدو لي براسلي كي جيوا رائعين في شكل ديالهم بالوينات فكنتمنى أن هذا العمل لإعجابكم وكنتمنى أنكم ما تبخلوش علينا باللايك إذا عجبكم هذا العمل والآن ما بقلية إلا نودعكم على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة